يا أحمد يا أحمد يا أحمد أهلاً وسهلاً قلت لك فيه تحدي قلت لك فيه مصابقة قلت لك فيه شخص راح يفوز يخسر قلت لك فيه تواصل فكري مع الحيوانات أنا أول ما دخلنا من الباب مال المزرعة والسطبل شفت الخيون قلت أيوة بس منو قلت لك راح أخسر؟ تعرف للخيون؟ طبعاً يلا ويت 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 قال لي عرف للخيون كيف تقول للخيل تحرك؟ تحرك لا 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 فيه لغة تواصل كيف تقول له وقف؟ حسن خلينا نشوف لا 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 عشان تقول للخيل تحرك لازم تطلع للصوت كل ما زدت الصوت كل ما زادت السرعة طيب كيف تقول للخيل وقف؟ وقف لا الله هاي معلومات وتسحبها بطريقة خفيفة يوقف الخيل لا 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 يا أخوان من الحين نقول أني أنا بفوز زي خلنا نشوف يا الله تعرف أنواع الخيول تعرف الشي عنها كل شو يعرف كل شو يعرف انت بس ودين على الخيل وواليك والله هذا اللي يقول أنا معلوم كل شي تعال تعال خلنا نتعرف أكثر كابتن محمد كابتن محمد تنظه لا حيش حالك حساكم بخير شو نمور؟ شو نصحة ان شاء الله تمام بك العافية ونعم مؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي مبدع وفنان مدرب محمد مدرب مختص في الخيول وماشاء الله علي انجازاته كثيرة لازم تدرب علي اليوم يحتاج لك تدريب الخيل عفكرة قلت له كيف يتحرك الخيل قال لي تحرك قلت له لا لازم قلت له كيف يوقف قال لي يقول له أوقف قلت له لا لازم تصفر أنا الحيب بقولك أسأله سؤال عن الخيل خلي عنك لا ما رح سأسهل انا بروفيشنال بالخيل حسا تشوف والله عاطني سرعات الخيل أربع سرعات أربع سرعات أربع سرعات للخيل انا أحب الاختبارات العملية ما أحب الأشياء ممثل ومقدم براء جولياسي قاعد يمثل عليك يقول لك أنا أعرف غيره طيب كيف يتم العناية بالخيل دائما تروح وانت جاهز كيف كافتن؟ قبل الركوب طبعا تأكد ان الخيل مثلا قبل الركوب فترة ما كل ما قصت من الراحة ثم تتأكد بالخيل ما فيه مثلا أي جرح إصابات ان الخيل سليم تقدر تطلع فيه بعد ما هذا تتأكد مثلا تحطي الأغراض لبادة، السرج، لجام تأكد كل الأغراض عنه تعرف أحمد؟ نحن اليوم نسوق السيارة ليس لازم تبدل أوير زد كل فترة؟ يعني يبدل وبدل وبدل كيف يجب أن تبدل كل فترة؟ كل فترة تبدل لها حذوة حذوة لفريلا لازم تشيلها وتركب لها حديدة ثانية وعلى قياس الخيل، إذا حسيت أن يتعور ترك أنت تعرف تعرف الآن كيف تتواصل مع الخير وتخلي صديق لك؟ يعني تمس سدلة، تسوي ليتش برأسي، مو صحيح عادي نشوف، عادي نشوف يلا مشين نمشي من تحت، والله من تحت يلا توضل، توضل، توضل أبو أشوف الآن كيف تكون صديق للخيل يلا أكو هنا الخيل عرف أنك خايف على فكرة لا، مو خايف هاني، هادي روح لأ أريد أن أروح لأنا ومترف لا لا لا، أزين، الخيل الثاني يلا ها هو اللي خايف مو ألا الخيل الثاني مبين عليه بارد، هذا مبين عليه شو حايف شوف يا أخو، شوف أحمد، شوف أحمد لا أيها بدأ يفهم، بدأ يفهم، صح أزين، أحين شو لازم تسايفي؟ عشان يتعود عليك ويأخذ عليك أمسحها، لا أمسح، أمسح علي أزين، الخطوة الثانية، شو لازم تسايف بعد ما ممسكت الخيل؟ حي لازم تبني علاقة صداقة بينكم هنا لازم تمسك الخيل وتمشي معه شو راه تحرق؟ شوف 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 كيف؟ شوف تكيف الخيل اللي انت خايف منه، شو سوا معي؟ ما يمسكه طريقة، ما يمسكه إيوه ديانا، تسوقك بس لي يمشي، ها؟ حي ومشي خفيف تعال يلا بنا شوان، يلا شوان خلنا سبقى الوش هادي عندك مهرة هادي مهرة؟ يلا تعال ركض شوي كيفكم مع العناية الشخصية مع رفيول؟ شوف أنا بصراحة يعني سبهاي الجاية قررت بأنه بس أرجع رح يصير عندي تواصل أكثر وقرر أن اليوم نكسران وقرر نكسران لا ما رح ما رح نكسر ياري ياري القرر نكسران أولا هي مهرة رفستك إذا ما تعدك تفوس لا مهرة يستثولف معي يستغازلني يستغازلني لا إذا تعرفتها ما تفعله؟ لا لا ما تفعله تلعبويا شوف ما تفعلها؟ ها مراجعة أذنها وراء مصوطة وراء طيبة إذا سمع الحين أنا أبا تكون على أخذك بوطيدة أكثر مع الخيول جيد فأباك تدخل تجربة العناية الشخصية التي تستوي بعد التحدي وهو شو؟ غسيل خيل يعني راح نسبحها اليوم؟ نعم يلا لا بس ما راح تسبح هالخيل راح تسبح خيل ثاني لأن هالخيلت راح تتحداني آه أوكي يعني إذا نستخدم الخيل لازم نكون مسبحي من فترة؟ لا السباحة تكون بعد ها بعد أوكي يلا جاهز؟ يلا جاهزين أمسك خيلك بنمشي شوي لنك يلا 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 يا مهرة يلا يا مهرة يلا يلا أه أيها أيها قلنا باي لأنه يملك يملك من هنا هذه المعدات والأدوات التي أنت راح تبدأ فيها وتشتغل على راحتك هذا هو الخرطوم طال عمرك أنا ببطلق الباي يلا تمام جاهز؟ تمام والله متعة رح على رأسك يستمتع الخيل لما تروح على رأسك موسيقى رح حط على حل جابيستانة الحين حاطي لك شرط إذا فست تقدر تسمي الخيل ها هذه جائزة محدة حصل عليها يلا يلا اليوم نسميه ها يلا بعدها أبدأ خلى 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 الكابتن يلا بسم الله يلا فرك يا معلوب لا 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 أحمد ما شاء الله عليك في العناية شكلك مبين رقم واحد يا أخوان صدمني يا أخوان صدمني شكيف مستمتع رح للرأس رح للرأس عد يا أخوان سامحونا محبين أحمد خلينا نغسر الخيل عسبة لما يبدأ التحدي بلاكت متعة حلوة تكون فهمت أكثر بعالم الخيول لأنك أول ما تكلمت أنك ما عندك معلومات عن الخيل هذا هي الحقيقة يعني عندي بس سلسلة يا علاوي يعني لا تلونة بعد صح أنت بس عندي حب أنت ممثل كبير أبي عندك حوارات كل يوم أكيد لا تلونة الويه الويه الله يخليك أكو أيام معينة لازم تسبح بها الخيل يعني مثلا ثلاث مرات في الأسبوع بين يوم ويوم والله موشون في الصيف عشان الحرارة ومثلا إذا أنت ركبت وطلعت في الخيل فنسبحها يوميا بعد ما خلصنا شغلة الصندق شغلة حاليا قضرين طول عمرك يا الله كل إمارات الدولة على فكرة هناك إصطابلات مختصة بالخيل ما شاء الله يمهتمين بهذا الجانب جدا مثل ما أنت عارف الخيل جزء لا يتجزأ من حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة وماضيها العريق ورسول صلى الله عليه وسلم وصلنا بركوب الخيل الرماية والسباحة ونحن اليوم يبناك في تحدي شو؟ الخيول نعم مستمتعين طبعا اليوم طبعا أنا بس أريد أقول شغلة بأنه إحنا ملاحظيها مو الاهتمام بالخيول مو بس مقبل الشعب في دولة الإمارات صح نشوف اهتمام جدا كبير من حكام الإمارات وشيوها بخصوص الخيول ونحن كشباب موجودين بالوطن العربي سعيدين بهذا الاهتمام لأنه أعطوا انطباع جدا جميل أمام العالم أجمع ورفعت رأس للعرب بخصوص البطولات اللي دائما يحققوها الإمارات يكون سباقين في الخيول بطولات داخل دولة وخارج الدولة على الصعيد المحلي الدولي والعالمي نهنيهم ونبار كلهم ونشكرهم لأنه مثال يقتدى به بالوطن العربي بالخيول نعم عفو علاوي يمكن بوجود كثرة الأماكن التعليمية لركوب الخيول للشباب بالدولة أو حتى الوافدين منهم مصغار صح؟ أكيد أكو بكل أمارة مكانات تعليم وقادتنا الرشيدة دائما تدعم ركوب الخيول كابتن حيش رايك أنا وأنت الحين ندعم صديقنا المميز أحبت تعلم أكثر عن الخيول لأني لما بتحدى يا أخوان خلاص؟ نو ميرسي نو ميرسي بروذر هو جاي كل طاقة اليوم لأنه هو يحب الخيلي يعني هذا العرف الثاني لو أدري وقالهم أعطونا غير تحدي نروح للمحطة اللي بعدها الأكلة هذا الخيل أو خيل ثاني؟ خيل ثاني لأنه خيلة خلاص أكل وتسبح حين بس قيلولته يعني بعد السبح ما يصر يأكله على طول هو على حسب عادي بس هذا مثلا هنا قبل ما نسبحها أكلنا فالحين إياه وسبح خط شوار والحين بيصير غرفته برأي لنذهب يلا سير كابتن نبا يأكل هذا الخيل هذا الخيل هذا هاي شنو مكوناتها؟ هادي نفس ما قلت لك مكونات والواجبة الرئيسية هاي تحتوي على ذرو سمع الصوت ذرو وعلف فروتينات والواجبة الرئيسية ننسى تشوف الخيل على طول مافي نقول لك يلا قربنا 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 طبعا هنا نسوي لحركة هاي نخلين هذه القاعدة نثبت له نثبت له هنا الأكل حتى يأكل براحته؟ يأكل براحته وبعدين خلاص نزيل تحدي يلا ننعب تحدي يرقوب الخيول لكن كيف صنع لنا أجواء التحدي كابتن؟ يولا أنا لدي لك مختراح تحدي بيكون على البحر يجب علي بحر الفجيرة وتحدي هاذي عندهم جاهزين؟ قبل ما نروح أظنى يجب علينا نلبس خودة أحفا علي كيف توجد لكم لا 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 استخدم الموقوع ضيب التحدي تحدي منابزة شريمة يلا إن شاء الله قبل ما نطلع على البحر نلبس الخوذة نتأكد الخيل انه كل شي مجدود كل شي تمام وننطلق للتحدي يلا يلا مشينا جاهزين نتقلل تقلل مكعلا وانا الله ما بتعلمني تعال وصلنا يا أحمد وصلنا يلا جاهزين للتحدي جاهزين جاهزين إن شاء الله طبعاً الركوب يكون على يسار حيوة وبالوزل يسار حيوة نتكاوتين نجاب وهذه الطريقة حيوة واحد اثنين اوبا ثلاث سلم أنا حين رح أسألك خمسة سينة وباك تجاوب بسرعة جاهزين قالوا لي أنك انت انسحبت من مسلسل حيرة ليش؟ لأن صار عدي عمل برندبان بس بنفس القناة منو ممثل أو شخصية ودك تمثل معها ومنو شخصية أو ممثل ما ودك تمثل معها ما ودك تمثل معها دقيقنا واحد ما كان يأخذ ذلك يعني أعطني على الاقل تكمن واحد ويسر سيزعلون ما نستطيع أن نفكر واحد الزين اللي ما ودك تمثل معه ابتع اللي هو قال لي أن أحب التقديم ما أحب التوبيم الزين ضربني دوري أضربه سمعت أن ي قالوا أنك أنت مقدّم سيء هال الكلام صحيح ولا خاطئ؟ لماذا؟ ضربتني بظلمك يلا المقدم سيء ما يشتغل ثمان سنوات بأهم محطة بالبلد مثل العراق عيل هذي إشاعة اللي سمعناها طبعاً بس أنا ممثل يعني أنا ما أحب يعني ممثل أكثر ما أكون مقدم برامي طيب مين هي الشخصية اللي تنافس أحمد الخفاج اليوم؟ وين؟ بالتمثيل 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 أنا نفس نفسي بصراحة الزين وبالسوشال ميديا والحياة ما أحد ينافسني في السوشال ميديا حول ولا قوة اللي بالله أجوب الدول مات يا شباب يلا نبدأ تحدي ثري تو وين يلا 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 هاي 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 هبلا مبروك وهذا هو الفوت يا أخوان الله يبارك فيك صراحة أداك كان جدا جميل وكان جدا طيب هاي طيب يلا تحدي لك تحدي ليه ماضي واحد واحد